نروح لفرنسا فرنسا النهاردة كان فيها حدث مصري مهم هو استعادة 114 قطعة أسرية النهاردة سارة المستشار حماد الصاوي النائب العام ووافد رفيع المستوى من نيابة العامة المصرية كانوا متواجدين في مقر السفارة المصرية في باريس في ضيافة سارة السفيرة علاء يوسف سفير مصر في فرنسا وكان أيضا موجود الأمير عام للمجلس الأعلى للأسار ومدير الإدارة العامة للأسار المستردة واستلموا 114 قطعة أسرية اللي كانت مهربة إلى فرنسا في فترات سابقة وكان طبعا فيه تحقيقات وكان فيه تعاون مشترك ما بين الجهات المعنية في باريس وفي القاهرة النهاردة الدكتور مصطفى وزيري وأيضا إدارة الأسار المستردة مع الجانب الفرنسي ومع طبعا في وجود سارة النائب العامة المنصر حمد الصوي تم جرد 114 قطعة تم فرزهم قطعة قطعة والتأكد من هذه القطعة ومن أصليتها طبعا كمان تم عرض وشرح لكل قطعة من هذه القطعة الحقبة التاريخية أهميتها بترجع لإيه حتى إذا كان فيه معلومات حتى إذا كانت خرجت إزاي لأن بالمناسبة 114 دول كان كلهم كلهم أو جزء كبير جدا منهم كان بالفعل بدأ بعض صلاة المزادات إن هي في باريس إن هي تعرضهم للبيع كأثار للأسف مصرية مهربة ولكن التعاون المصري الفرنسي في هذا المجال حقيقة نجح إنه هو يعيد هذه الأثار المصرية المهمة نسمع النهاردة في باريس في مقر صفر المصرية في باريس سرد المستشار حماد الصاوي النائب العام السيدات والسادة إن جريمة تهريب الآثار لهي واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية وتنال اهتماما بالغا بها باعتبارها إرسا تاريخيا ثقافيا هام وأن النيابة العامة في خضم ذلك تسير وفق خطة تواكب استراتيجية الدولة المصرية لاستعادة أصارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها العريق وأن النيابة العامة تبزن في إطار تنفيذ تلك الخطة مجهودات كبيرة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ليأتي هذا اليوم تتويجا لصمار هذه الجهود في مراحلها الأولى باسترداد الدولة المصرية 114 قطعة أسرية مصرية من الجمهورية الفنسية ولسوف تظل النيابة العامة حريصة أشد الحرص على التصدي لجريمة تهريب الأصار المصرية خلصة خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها بشتى الصور وعلى كافة المستويات متخزة في سبيل ذلك كافة الآليات القانونية الممكنة وسبل التعاون الدولي القضائي وهي على ثقة تامة بمشاركة كافة جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة مشاركة فعالة في هذا السعر باختار الدولة المصرية بهذه الوقائع الإجرامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياة الله ترجمة نانسي قنقر